أكثر من مليون وأربعة آلاف مسلم من مختلف أنحاء العالم وصلوا إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج بينهم إيرانيون وقطريون علماً أن نحو مليون وثمانمائة ألف مسلم أدوا المناسك العام الماضي فيما تتوقع السلطات السعودية أن يصل عددهم هذه السنة إلى مليوني حاج ووفق ما نقلته وكلة الأنباء الرسمية عن المدير العام للجوازات أن عدد الحجاج الوافدين من طريق الجو بلغ حوالي مليون وأربعمائة ألف حاج ومن طريق البر تسع وسبعون ألف وخمسمائة حاج ومن طريق البحر إثني عشر ألف وأربعمائة وسبع وسبعون حاج وتمثل هذه الأعداد زيادة بحوالي تلات وثلاثين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ومن بين الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية نحو أربعمائة قطر دخلوا المملكة عبر منفذ سلو البري الذي قامت الرياض بفتحه أمام الحجاج فقط بعد نحو شهرين من إغلاقه إثر اندلاع الأزمة الديبلوماسية مع الدوحة ولم يشارك الإيرانيون في موسم الحج السنة الماضية بعد فشل المباحثات بين الطرفين حول إجراءات السلامة لكن تم التوصل في وقت سابق هذه السنة إلى اتفاق يتيح مشاركتهم في أداء الفريضة في سبتمبر المقبل وتخشى السلطات السعودية هذه السنة من استهداف موسم الحج بسبب تدهور علاقاتها مع العديد من دول المنطقة وهو ما جعلها تتخذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين حج هذه السنة ترجمة نانسي قنقر